تولي دولة الإمارات اهتمام كبير بالتنوع البيولوجي والحفاظ على الأنظمة البيئية من خلال العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى استدامة الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها إضافة إلى إنشاء المحميات الطبيعية كما تسهم في تركيز الجهود على القضايا البيئية الملحة التشريعات ضمنت حماية البيئة وتنميتها من خلال استهلاك الموارد الطبيعية بشكل مستدام وبعدها أيضا بدأت الإمارات في إنشاء المحميات الطبيعية باعتبار أن هذا العام هو يوم البيئة الخاص بشعار التنوع البيولوجي طبعا التنوع البيولوجي شيء مهم وأيضا تأثر بالعديد من الظروف الغير طبيعية سواء من خلال غازات تغير المناخ أو من خلال العوبئة مثل ما شفنا جائحة كورونا ويتزايد الاهتمام بالمحميات الطبيعية في دولة الإمارات بشكل كبير حيث ارتفع عددها نتيجة للجهود المبذولة في هذا الشأن من 44 محمية خلال العام 2019 إلى 49 محمية منذ بداية هذا العام بزيادة ملحوظة وصلت إلى خمس محميات مع زيادة أيضا في مساحة المحميات القائمة والتي تزخر بالتنوع البيولوجي بالتأكيد هذا شيء يفرح وهذا شيء يمكن الاستفادة من عنده إلى جانب أنه التنمية الزراعية والتخضير والحدائق والاستثمار في البناء الأخضر والمستدام هذا أيضا ساهم في أن تكون البيئة بشكل مصان وبشكل متطور ومحافظين على ما نبقي للأجيال المستقبل وقد تبنت الإمارات استراتيجية مستدامة في الحفاظ على البيئة بهدف تحقيق اقتصاد أخضر يساعدها في تحقيق رؤيتها للعام 2021 الرامية إلى الحد من حرق النفط والغاز وتطوير تقنيات تحقق الكفاءة في استخدام الطاقة الصناعية واستخدام الوقود النظيف وترشيد الطاقة بطرق ذكية وغيرها في سعي منها إلى تعزيز معايير الكفاءة والفعالية والاستدامة البيئية في الحياة اليومية عبدالله الزعبي قناة الغد دبي